أهلا بكم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم إبراز دينامية الدعم الدولي المتنامي لمغربية صحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل طي نهائي لهذا النزاع الإقليمي وأبرز رئيس المجلس البلدي لمدينة سمارا مولا إبراهيم الشريف أن هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجدية والمصداقية تعطي للأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا وتمنح لابناء المنطقة صلاحية هامة لتسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية وفي سياق نفسه أبرزت النائبة البرلمانية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية ليلى داهي النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب في إطار جهوده الرامية الدفاع عن وحدته الترابية في مواجهة مناورات الميليشيات الانفصالية المسلحة للبوليساريو وعربتها الجزائر متحدثة ليلى داهي نائب بالبرلمان المغربي وكذلك نائب بالبرلمان الإفريقي ورئيسة لجنة الشباب بالبرلمان الإفريقي شرفني أن أقدم ملتمس هذا أمام هيئتكم الموقرة سيد الرئيسة سيدات والسادة الحضور خلال الخمس سنوات الأخيرة عرف ملف الصحراء المغربية تطورات مهمة ومتسارعة لدرجة فاجأت خصوم المغرب وأربكت حساباتهم وبدأت تخرجهم من جحورهم وتظهرهم على حقيقتهم فخلال هذه السنوات بدأ المغرب يجني ثمار مجهوداته الدبلوماسية المتعقلة وتشبثه المستميث بحقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية لقد أظهر المغرب المزيد من الحزم في معالجة ملف وحدته الترابية حيث وضع أسسا جديدة في التعامل مع شركائه من خلال اشتراط توضيح موقف هؤلاء الشركاء من وحدته الترابية بشكل لا يقبل التأويل أبدا بعد أن ظلوا لسنوات طويلة يلعبون على الحبلين يتلاعبون بمواقف وتصريحات ضبابية واللجوء إلى استعمال مصطلحات مبهمة وملغومة يمكن لكل طرف في هذا النزاع أن يؤولها لصالحه وبفضل هذا الحزم اضطرت العديد من الدول الكبرى إلى مراجعة مواقفها والخروج من المنطقة الرمادية من خلال التعبير صراحة عن اعترافها الواضح بمغربية الصحراء كما هو الحال بالنسبة لدول كبرى كالمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والدانيمارك والبرتغال وسربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا واللائحة طويلة جدا موازاتا مع ذلك قامت ثلاثين دولة بالتعبير عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب من خلال فتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة كبرى مدن الأقالم الصحراوية المغربية وهذا أرقى أشكال الاعتراف بمغربية الأقالم الصحراوية والأهم في هذا الاعتراف أن 40% من الدول الإفريقية المنتمين للجهات الخمس المكونة لهذه القارة فتحت قنصليات لها بهذه المنطقة من المغرب وهي رسالة واضحة مفادها أن القارة الإفريقية ترفض صراحة الكيان الدخيل للجمهورية الصحراوية الوهمية الذي فرض عليها في الثمانينات من القرن الماضي جراء الضغوط والرشاوي وعمليات التزوير والتدليس